تعالى بقى ننشر قصة او ستوري على الانستجرام تابع معايا السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة كده هقولك ازاي ننشر قصة او ستوري على الانستجرام بس ياريت قبل ما يبدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو اشترك في القناة لو عندك اي سؤال او صف صار اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليك ما تنساش تصلى على نبي في الكومنتات عليها افضل الصلاة والسلام وتكتبلي متابعني من اي بلد ويلا بينا على الانستجرام اذهب مع بعض كده حيونا على الانستجرام ويدau ان أفتح معك بالشكل ده اذهب علي الحاجه اسمها قصتك وببدأ أضغط عليه من هنا بيجيلك بالشكل ده كده عاوز اصور حاجه بالكاميرا بضغط على الكاميرا وببدأ أصور بالكاميرا عندي فيديو ريلز او كده عاوز отنا نشره ببدأ انه ونشره من هنا عندي صورع عادية ببدأ ان اضغط على الصورة العادية لهي الصورة اللي عاوزة انزالها في قناة بختار الصورة طبعا هنا هتلاقي الستوديو بتاعك فبتبدأ تختار الصورة اللي انت عاوز تنزلها بالشكل ده طبعا هنا بيقولك الكصة وهنا الاصدقاء المقربون لو جانا نضغط عليها كده انت ممكن تحدد اشخاص تبقى موجودة في الستوري ده وتضغط على تم بعد ايه ما تحددهم ببدأ ان انا ارجع كده وببدأ اروح هنا هنا بقى ممكن ان انا اضيف في الصورة دي موسيقى من خلال علامة الموسيقى دي ممكن اعمل تأسيلات من هنا ممكن اضيف ملصقات ممكن اكتب على الصورة اي حاجة من هنا وببدأ ان انا اضغط على السهم ده كده لما بتضغط على السهم ده بيقولك هنا القصة وببدأ ان انا اضغط وطبعا افعل القصة دي وببدأ اضغط على كلمة مشاركة من هنا كل علي ببدأ ان انا انتظر وبيظهر لك كده العايز ترسلها لاي شخص بترسلها وانا مش عاوزة وبضغط على تم كل علي ان انا بنتظر لما القصة بتاعتي تنزل وزي من شايفين قلتلك ازاي تضيف لها اي صوت لما تضغط على صوت بيبقى في دايرة كده بتضغط عليها وتضيفها الصوت للصورة اللي انت هتضيفها لو جلنا نضغط على القصة بتاعتي هنلاقي القصة موجودة هنا هي وده طبعا زي من شايفين وضغطنا على 3 نقاط دول هنلاقي نحن ممكن نعمل ارشافة لالقصة وممكن نحن نعمل حفظ الصورة زي من شايفين نعمل نسخ الرابط نعمل مشاركة وكمان ممكن نحن نوقف التعليقات وممكن هنا نذكر اي اشخاص موجودين في الصورة نضغط كده ونذكر اشخاص وهنا ببدأ اننا طبعا لو في اي اعدادات ليه القصص بتحاوز تعدلها بولك انتقال الى اعدادات القصص وبتضغط عليها بتعدلها وبس كده وبقى انا كده نشرت السوري بتاعتي على الانستجرام بكل سهولة وبس كده يارب تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته